ميدانياً دكت مدفعية أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية بجبهة المشجح وهيلان غرب مأرب وقال مصدر عسكري أن مدفعية أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية استهدفت بضربات مركزة ودقيقة مواقع وتحصينات للميليشيات الحوثية بجبهة المشجح وهيلان وألحقت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفهم وأكدت المصادر أن القصف المدفعي خلف أكثر من 36 بين قتيل وجريح من عناصر الميليشيات وتدمير مخزن أسلحة تابعة لهم وإعطاء بعيارات ثقيلة كانت تستخدمها الميليشيات الحوثية في الجبهة ذاتها